لا فوز جو بايدن ولا فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سيريح حكومة المحافظين وإن كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يفضل بقاء ترامب في البيت الأبيض لسهولة عقد صفقة تجارية معه مع قلق البريطانيين من المعايير الزراعية الأمريكية المتدنية أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ربط أي اتفاق تجاري مع لندن باستمرار اتفاقية السلام في إيرلندا أكثر ما يخيفن أنه إذا أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة فلن يكون هناك مجرد تبادل للبضائع بل هو عمليا استيراد لنظام الاقتصاد الأمريكي والسبب أن المعايير الغذائية الأمريكية متدنية وغير مطابقة للبريطانية وهناك أكثر من 90% من البريطانيين يعارضون استيراد بضائع ذات معايير متدنية تطمئة وزيرة التجارة الدولية لستروس بشأن المعايير الزراعية الأمريكية لم تقنع هؤلاء المتظاهرين في ساحة البرلمان بخطورة استيراد الأبقار التي يجري حقنها بالهرمونات والدواجن المكلورة فضلا عن خشيتهم من أن تكر سبحة الصفقات مع واشنطن وتطاول القطاع الصحي الذي يقدم الخدمات المجانية إلى البواطنين نحن نعارض أي صفقة تجارية مع واشنطن بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإن كنا نرى أن فوز ترامب سيكون أكثر خطولة والسبب في ذلك أن الأمر سيتيح للجونسون خصصة القطاع الصحي فضلا عن تدني مستوى المعايير الزراعية والبيئية السفير الأمريكي في بريطانيا وجونسون كان قد هدد بمنع استيراد الأسماك الإسكتلندية إذا حضر استيراد الدواجن الأمريكية يبدو واضحا أن معركة جديدة ستفتح مع واشنطن في حال إبرام صفقة تجارية معها معركة قد تؤثر على العلاقات المميزة بين لندن وواشنطن إذا قرر البريطانيون مقاطعة البضائع الأمريكية مسسر لندن الميادين